السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا بشكل مفاجئ وغير متوقع أعلنت البارحة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزة عن حزب الاس بي دي حزب المستشار إصدار تعليمات بمراقبة وضبط جميع الحدود الألمانية في كلمة مصورة لها أعلنت عن هذا الإجراء وعن الأسباب لاتخاذ هذا القرار من حيث الإجراء قالت حرفيا سوف نقوم بالتوسير مراقبة وضبط الحدود الألمانية على جميع الحدود الألمانية هذه القرارات أو هذه التعليمات قمتوا اليوم بإصدارها حيث أصدرت وزيرة الداخلية هذه التعليمات البارحة في كلمة مصورة لها وبررت ذلك أو هدف هذا القرار على الشكل التالي Die Gründe dafür seien neben der Begrenzung der irregulären Migration الأهداف أو الأسباب إلى جانب تحديد الهجرة الغير شرعية auch der Schutz der inneren Sicherheit أيضا حماية الأمن الداخلي vor den aktuellen بدرungen durch den islamistischen Terrorismus من التهديدات الحالية للإرهاب الإسلاموي und vor grenzüberschreitender Kriminalität ومن الجريم العابرة للحدود هذا ما بررت به هذا القرار وهذه التعليمات التي قامت البارحة بإصدارها عمليا يعني هذا أنه ابتداء من الأسبوع القادم 16 زبتمبر 16 تسعة فإنه سيتم ضبط ومراقبة جميع الحدود الألمانية مع جميع الدول المجاورة وأنه تم إخبار أيضا الاتحاد الأوروبي بذلك وأن هذه الخطوة الآن هي لمدة ستة أشهر طبعا في كلمتها قالت أنها توسية مراقبة وضبط الحدود لأنه كما نعلم حاليا يتم مراقبة وضبط الحدود مع بولندا والشيك والنمسا وأيضا سويسرا فهذا القرار الآن هو بتوسيع مراقبة وضبط الحدود مع جميع الدول المحيطة بألمانيا يفهم من ذلك أيضا أنه سيتم التشدد في مراقبة الحدود حتى زيادة عن الوضع الحالي وفي هذا القرار تم الأخذ أيضا بعين الاعتبار للبندلا الأشخاص اللي بيتنقلوا عبر الحدود بشكل يومي ربما أنه بيعملوا أو بيشتغلوا على الجانب الآخر من الحدود أن يكون تأثير ذلك قليلا قدر الإمكان على البندلا العابرين للحدود بشكل يومي ويفهم من هذا أنه لم يعد يسمح بمراقبة أو عبور الحدود الألماني بطريقة غير شرعية يعني بدون وجود فيزا أو إقامة هذا القرار جاء بشكل مفاجئ قبل يوم واحد من الاجتماع المرتقب اليوم كما نعنا بين الحكومة والمعارضة وممسنين عن المقاطعات هذا القرار يفهم أيضا أنه خطوة استباقية قبل اجتماع اليوم اتخاذ هذا القرار الكبير بشكل مفاجئ 2015 تم فتح الحدود بشكل مفاجئ وإيقاف اتفاقية دابلن والآن يتم العكس تماما هو إعادة ضبطهم رقب جميع الحدود الألمانية أيضا ربما بشكل قد يخالف القوانين الأوروبية ولكن تم اختار الاتحاد الأوروبي لبعض المعترض على هذا القرار الألماني تحديدا النمسا في أول ردفة لوزير الداخلية النمساوي أيضا أعلن عن عدم قبوله بهذا القرار الألماني وأنه لن يقوم بإعادة استقبال أو قبول إرجاع الناس على الحدود الألمانية إلى النمسا فكيف سنفهم هذه الخطوة إذا كان سيتم منع دخول الناس على الحدود اللي وصلوا إلى الحدود الألمانية بطريقة غير شرعية مثلا عبر الأراضي النمساوية فألماني من افترض يفهم هذه الخطوة أنها ستمنع دخولهم على الحدود وإعادتهم إلى النمسا والنمسا ترفض الآن إعادتهم إليها فكاننا المفترض طبعا حسب مع الطالب المعارضة كمان أنه اللي عبروا عبر الدول الأوروبية أخرى إذا كانوا لاجئين نفرض أن يقوموا بتقديم طلبات لجوئهم هناك وأن يتم تسجيلهم هناك ولكن نحن كما نعلم جميع الدول الأوروبية المحيطة بألمانيا يقومون بتمرير معظم الناس أو العديد من الناس عبر أراضيهم إلى ألمانيا دون تسجيلهم على أراضيها فعلى ما يبدو أن ألمانيا يأست من حلول أوروبية مشتركة أو من حلول مع الدول مجاورة لألمانيا نعرف تارة يتم الاتجاه إلى إيجاد حل أوروبي مشترك وأن الحل لا يكون فرديا وإنما بمراقبة الحدود الخارجية والاتحاد الأوروبي يعني بالأصل عبر خط البلقان يونان بلغاريا إيطاليا اسبانيا الحدود البحرية وتارة يتم الانتقال الآن إلى اتخاذ خطوة أحادية من قبل ألمانيا بضبط جميع الحدود بعد أن على ما يبدو لم تعد تؤمن بحل أوروبي مشترك فوري لألمانيا وأن أمن ألمانيا أصبح الآن أهم اجتماع اليوم من المفترض أن يحضره الحكومة الألمانية والمعارضة الرئيسية لسيديو تسيليس والأونيون وممثلين عن المقاطعات والمعارضة ورئيس حزب السيديو وضعوا شرطا مسبقا بأن كما نعلم بأن يكون هناك وعد بأي قرار يسمح بمنع دخول الناس على الحدود مهاجرين غير شرعيين مباشرة وأنه لن يتم التنازع عن هذا الشرط أبدا الآن المعارضة أو الحكومة الاس بي دي بشكل خاص عمل خطوة استباقية قد تكون خطوة زكية لإحراج المعارضة في هذه الحالة باتخاذ هكذا قرار لا أنا على ما يتفاصيله بالضبط ولكن باتخاذ هكذا قرار لأيضا قطع الطريق على المعارضة الرئيسية لعدم حضور اجتماع اليوم ولكن الرئيس حزب الCDU الباريحة في أول رد فعل له فريد ريشمات على هذا القرار من قبل الحكومة الالمانية قال حرفياً وقال أننا نرغب بأن تقوم الحكومة الالمانية حتى الاجتماعات أو النقاشات غدا على آخر أو على أبعاد حد بشكل عملي أن تقول لنا بشكل صريح ومين الأفضل أو الأفضل يعني خطيين ماذا تنوي الآن؟ فحتى المعارضة يعني الآن عبتتساءل أنه ما معنى هذه الخطوة الآن من قبل الحكومة ووزيرة الداخلية فاليوم رح نشوف إذا كان رح يتم الاجتماع رح تقبل المعارضة الآن بهذه الخطوة كشرط لدخول الاجتماع على الأقل والتفاوط مع الأطراف المجتمع فيما يتعلق بالسياسة الحدود وأمن ألمانيا الآن عم نلاحظ أنه اللي يعب يقودوا الدفة الآن هنا حزب الSPD بشكل رئيسي يعني المستشار ووزراءه في الحكومة الألمانية حزب الSPD والمعارضة لCDO فالحكومة السابقة كانت نعرف القوس الكواليكسون يعني الونيون CDO تسياسون مع الSPD الآن على اللعب يدير الدفة الموضوع فيما يتعلق بالسياسة الهجرة واللجوء هنن حتى الآن هزين الحزبين رغم أنه الCDO موجود في المعارضة طبعا هو المعارضة الرئيسية والكبيرة في البرلمان الألماني أما حزب الخضر فغير راضي عن تشديد الإجراءات بهذا الشكل الأسباب متعددة ناقشناها عدة مرات على هذه القناة ولكن على ما يبدو أن حزب الخضر لم يعد يستطيع منع هذه الخطوات وأنه تم تجاوزه أيضا في الحكومة بتعاون كبير بين حزب الSPD في الحكم والمعارضة الرئيسية لCDO تسياسون والآن نقاش وتعليق على هذه الخطوات المفاجئة وبعض الأراء الشخصية مني طبعا في عام 2015 نعلم أنه تم إيقاف اتفاقية دابلين وتم اتخاذ قرار بفتح الحدود وبشكل خاص لتمرير اللاجئين السوريين عبر دول البلقان إلى ألمانيا واليوم يتم اتخاذ قرار معاكس في عام 2014 بعد تسع سنوات فهذا القرار الآن هو عكس القرار الأول وهو إعادة ضبط ومراقبة جميع الحدود الألمانية لمنع دخول اللاجئين الغير شرائيين عبر الحدود الدول المحيطة بألمانيا وفي مقدمتها النمسا على ما يبدو أن موظم العابرين عبر خط البلقان يأتون عبر النمسا فالنمسا منزعجي لحد الآن يوجد مراقبة للحدود مع النمسا ولكن لماذا زال إنزعاج النمساوي؟ ربما لأنه يفهم من ذلك أن ألمانيا ستقوم فعلا بمنع الدخول الغير شرائي عبر الحدود وبالتالي سيبقى اللاجئون عالقون على الأراضي النمساوية وهو ما لا ترغب به النمسا ولكن اتفاقية دابلن بالأصل واضحة من نفترض أن كل شخص يصل إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي أن يقوم في هذه الدولة بتقديم طلب لجو وأن تقوم هذه الدولة أيضا بتسجيله ولكن كما نعلم البعض بسبب التهريب كمان ربما لا يتم كشفه فيعبر الحدود إلى دول أخرى والبعض ربما يتم تمريرهم طبعا هناك تهب نائم للدول المجاورة لألمانيا بأنهم يقومون بتمرير اللاجئين إلى ألمانيا ألمانيا لم تعد قادرة على استقبال مئات لألاف اللاجئين الغير شرائيين عبر الحدود إليها لعدة أسباب موضوعية تم نقاشها عدة مرات عدم وجود قدرة على تأمين السكن لهم الطبابة التعليم كرسات الاندماج كرسات اللغة وأن ألمانيا لم تعد قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة فبالتالي يجب اتخاذ إجراء تم هناك شجار علني كان بين الحكومة الألمانية بين الحكومة والمعارضة أيضا حول الخطوات التي يجب اتخاذها لمنع ذلك والآن جاءت أولى الخطوات الكبيرة أيضا عبر الحدود شفنا طبعا خطوات سبقتها مثل موضوع أيضا مثل منح بطاقة برصيد للطالبي اللجوء الجدد البطاقة اللي تنتشر تدريجيا في البلديات من المفترض أن يتم توسيع استخدامها في ألمانيا تم اتخاذ عدة قرارات متعلقة بالترحيل يعطاء صلاحيات أكبر للشرطة للحجز الاحترازي لمدة أطول قبل الترحيل تم ترحيل عمليا إلى أفغانستان بشكل مباشر فكل هذه الخطوات عم نشهدها الآن بشكل ممتلاحق وسريع وهذه الخطوة لموزيرة الداخلية جاءت مفاجأة مفاجأة حتى للمعارضة ربما يفهم أنها أيضا لعدم يعني عدم تجديد الإجراءات أكثر من ذلك اللي شيل عبدالطالب في المعارضة الرئيسية إن كانت هذه الخطوة الآن كافية وترضي حزب الـ CDO تحديدا هذا ما سنشهده في اجتماع اليوم والسؤال الثاني الكبير أيضا إذا كانت فعلا هذه الخطوة ستؤدي إلى الآن منع دخول اللاجئين عبر الحدود وردهم عن الحدود الألمانية سواء يعني إذا سيتم فعلن يقاف الآن السيارات أو الصعود إلى القطارات ووسائل نقل عبر الحدود لتفتيش الناس عن وجود فيزا أو إقامة ومن يسمح له بالعبور فكل هذه الإجراءات الآن قادمة بعد 16 بالشهر الأسبوع القادم افترض أن يتم تطبيقه حتى مع جميع الدول يعني مع الدانيمارك مع هولندا فالسؤال أنه في حدا مثلا بيعبر من الدانيمارك وهولندا إلى ألمانيا مثلا يتقديم للجؤفية طبعا الأسباب أخرى كمان تم ذكرها مثل مكافحة الجريمة عبر الحدود يعني فهذه أيضا من الأسباب الرئيسية التي ذكرتها الوزيرة فعم نشوف الآن تغير وتحول كبير في ألمانيا الآن هذه القرارات من الحكومة لم تعد مطالبات من المعارضة حب أتمنى أسمع رأيكم بهذا الموضوع إن كانت هذه الخطوة فعلا ستؤدي الآن إلى تحديد الهجرة الغير شرعية إلى ألمانيا ربما لا يمكن منعها بشكل مطلق 100% ولكن إلى تحديد الهجرة والسؤال الأكبر الذي بقي الكل عبيتساءل حتى المعارضة إذا كان فعلا المقصود بذلك الآن هو أن الناس التي تصل إلى الحدود الألمانيين كان سيتم منعهم من دخول ألمانيا الآن على الحدود وبالتالي ردهم إلى الدول التي جاءوا منها حسب كل دولة على الحدود طبعا نعلم أن ألمانيا في وسط أوروبا وردية حدود مع عدة دول فنمسا مثلا تحديدا الآن خائفة ومعترضة على هذا القرار الألماني هيك بكون قدمت لكم كل المعلومات المتوفرة حاليا قد نشهد في الأيام القادمة الآن توضيح أو عمليا نشوف كيف سيتم تطبيق هذا القرار فمن تابع الموضوع أيضا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته